بعد التئام هيئة مكتب مجلس النواب لفتت معلومات الأو تي في لأنه في مستهل الجلسة المقصصة لمناقشة الدعوة إلى جلسة تشريعية سأل رئيس المجلس نبيه برين نائب ألعون عن موقف تكتل لبنان القوي من حضور هكذا جلسة في حال تمت الدعوة إليها فكرر النائب عون موقف التكتل ذاته معتبرا أن المسألة ليست مسألة جدوى الأعمال لكن ما من طارئ مستجد إضافة إلى وضع الشغور الرئاسي وأضاف النائب عون أن التكتل حريص على المجلس وعمله وليس ضد تشريع إنما في حال الشغور الرئاسي التشريع هو فقط للأمور الطارئة جدا والضرورية التي تقدر كل موضوع بموضوعه وبعدها حصل نقاش وأعطى نواب أراءهم بعمق ليقترح النائب أجوب بكرادونيان والنائب ليسب صعب التريث بالدعوة إلى الجلسة وتأجيل الاجتماع على أن لا يكون هناك استعجال بالأمور لعدم إضافة مزيد من التشنج على الأجواء السياسية في البلاد خصوصا أيضا أن القوانين التي تتخذ طابعا هاما كالكابيت الكنترول كان البعض أكد أن هناك قوانين مرتبطة به لن يتم التصويت عليه من دونها وهي بحاجة لمزيدا من الدرس كان هناك لقاء بين دولة الرئيس قبل انعقاد هيئة المجلس وبهذا اللقاء طبعا وضعت دولة الرئيس بنتيجة الزيارة التي امت فيها على الولايات المتحدة الأمريكية والاجتماع الذي حدث حتى مع بعض المسؤولين خلال مشاركة بقمة الحكومات العالمية في دبي والحديث تطرق على أمور كثيرة تتعلق باللبنان طبعا بالقوانين التي تسان في المجلس النيابي للآيام أف مع خطة الآيام أف والبنك الدولي وطبعا كل النقاش التي حصلت مع الإدارة الأمريكية ومن بعد هيدا اللقاء طبعا كان فيه اجتماع بهيئة مكتب مجلس النواب والنقاش تطرق على جدول الأعمال واستكمالا للجلسة الماضية اللي أنا كنت غايب عنها حكما أنا كنت غايب لأنه كنت مسافر أنا بين مكتب مجلس النواب وأنا ملتزم بالمؤسسات ولو كنت في لبنان أكيد ما بكون غايب وشو بيقرر هيئة المكتب شو بتقرر أنا ملتزم بالقرار اللي بيطلع منا بالإجماع من بعد النقاش صدر البيانة التالية وهو رح يكون مختصر عن المجتمعين بالإجماع مع التأكيد على حق المجلس النيابي في التشريع كما سبق في الأعوام الماضية غير أن المتفق عليه في الليجان المشتركة بالنسبة لمشروع قانون الكابيتل كونترول أن يصدر مع قوانين أخرى وهيدي سبق وصرحت أنا بالمجلس النيابي من بعد ما أقرينا بالليجان المشتركي قانون الكابيتل كونترول لذلك قرر مكتب المجلس إرجاء جلسته لموعد يقرر فيما بعد في هذا الوقت لفتت معلومات الأو تي في كذلك إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان متفهما جدا ومؤكدا أنه حريص على المجلس ووحدته ووحدة هيئة المكتب متعاطيا بإيجابية مع كلام النائب ألاعون ومؤكدا النية في التخفيف من الحساسية في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد في المقابل كان هناك تأكيد على حق المجلس بالتشريع وهذا ما يهم الرئيس بالريق